بعد جوجلت محصلة المشاورات ولقاءات التي أجرها على مدى يومين وبظل مواقف متناقضة بين مرحب ورافض ومقاطع للحوار حاسم رئيس الجمهورية ميشيل عون الجدل حول استمراره بالدعوة من عدمها فخالف ببيان صدر عن مكتبه الإعلامي كل التكهنات والتحليلات الإعلامية والسياسية ومضى بدعوة ستبقى مفتوحة للحوار وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين وفيما شكر رئيس عون من حضر وتجاوب مع دعوته للحوار حمل الرافضين والمقاطعين مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات معرجا على تعطيل جلسة الحكومة الذي يعتبر بحسب البيان تعطيلا متعمدا لخطة التعافي التي من دونها لا مساعدات ولا إصلاحات وهذا بحد ذات جريمة لا تختفر بحق الشعب وتابع بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية أن المعطلين للحوار والرافضين له يعرفون أنفسهم جيدا ويعرفهم اللبنانيون ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة موردها داعيا المقاطعين إلى وقف المكابرة والموافق على إجراء حوار صريح لنقرر مستقبلنا بأيدينا وختم بيان مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية الذي جدد تأكيد على مضي الرئيس بدعوته للحوار بالتشديد على أن التزام الرئيس عونة هو في صلب قسمه على احترام الدستور والقوانين فلا الرئيس يخل بالقسم وليس هو من يتراجع أمام التحديات